الحكومة السعودية أن تحاسب الشيخ محمد بن صالح المنجد وهو يمجد ويعظم مفتي ليبيا ركزوا يا جماعة يقولك يمجد ويعظم مفتي ليبيا ركزوا في هذه النقطة وهو يمجد ويعظم مفتي ليبيا صادق الغرياني أو نحو هذا الاسم أتعلم ماذا يقول عن الحكومة السعودية سأرفق لك ثناء المنجد على صادق وقول صادق في الحكومة السعودية طيب هو الفيديو لو يقصده اسمه الغرياني يحرد والمنجد يزكي ركزوا معايا الفيديو الذي يقصده فضيحة كذب صريح الغرياني يحرد يعني الشيخ صادق الغرياني مفتي ليبيا يحرد ومحمد المنجد يطلع يزكيه على هذا التحريض أو يزكيه عموما عشان التحريض بتاعه عجبه خلونا نكمل وقول صادق في الحكومة السعودية ناشي أغاضك أنت الأمر لأنني قلت المنجد سروري طيب كيف تريد الحكومة السعودية لا يغيظها تمجيد وتزكية المنجد للغرياني كيف طيب خلونا جماعة نوضح هذه النقطة لأنها خطيرة جدا خلونا نقفل هذه المقاطع وهذا أيضا لأنني سأثبت لكم الآن أن هذا الشخص كذاب أول شيء الفيديو الذي قصده هذا الصادق الغرياني يحرد ومحمد المنجد يزكي بصوا هنا جماعة بصوا كذا يجب على الناس جميعا أن يقفوا في وجهه ولا يسمحوا له بالاستمرار في هذا القهر والظلم والإذلال للمصريين ليس للمصريين فقط بل الشعوب الأخرى مثل شعب ليبيا أو شعب تونس أو الشعب اليمني كل هذه الشعوب يعني أصابها ما أصابها من الويل ومن الآلام ومن العدوان المهم الشيخ صادق الغرياني يحرد على السيسي وعلى الحكام أنا متفق على ذلك معروف عنه أنه فعلا معادل الحكومات حكومة السيسي والحكومة الإمارات والسعودية تيجوا نتفق على هذا من يتفق معي يرفع إيده ويكتب واحد خلاص أنا متفق على ذلك يعني لن أنفي ذلك المشكلة هي في الآت يا جماعة أنه يتوهم الناس أنه لما قال هذا الكلام الشيخ المنجد زكاه على هذا الكلام يعني الآن هم جابوا كلام الشيخ الغرياني وهو يتكلم ضد السيسي وكذا ثم جاءوا بالشيخ المنجد وهو يزكي الشيخ الغرياني بصوا هنا أفتت دار الإستاع لأساس أن أخراج هذا ذكاء يجول أخراج الطعام وإذا نقد هناك المناخ لأنه طالما صغار طالت يعني نسيبه فيه في كلام شوي يا شيخ والله ينتكلمين في كلام في الشيخ والله يلا الله معتري هذا مفتي دولة معترف بيد دولة والراجل العالم طيب طيب إجماعة هذا متصل يتصل بالشيخ محمد صالح المنجد يقول له أن هناك خلاف الآن على إخراج الزكاة زكاة الفطر نقدا ولا كذا وفي الآن كلام وخلافات بين الناس ومنهم الشيخ الغرياني فكيف سيرد عليه الشيخ محمد صالح المنجد طيب يا أخي نعم الشيخ الصادق من العلماء المعروفين ومن من تضلع في مذهب الإمام مالك رحمه الله وله خبرة بالإفتاء كبيرة وهو حجه وإذا سألتموه فأفتاكم واتبعتم فتواه فإن ذمتكم بلية إن شاء الله والشيخ أهل أن يستفتأ وبالتالي فإن استفتاءكم له صحيح واتباعكم له صحيح والحمد لله طيب الكلام الذي قاله الشيخ محمد صالح المنجد هذا الأول نحلله هل هو كلام صحيح هل فعلا الشيخ الصادق الغرياني مفتي ورجل متمكن من المذهب المالكي اسألوا أي واحد في منطقة في منطقة ليبيا وتونس وهذه الأماكن عن علماء المالكية ستجد مباشرة الشيخ الصادق الغرياني من علماء المالكية من العلماء الذين يعرفون بأنهم يتقنون المذهب المالكي فهو لم يقول شيئا خطا ويقول للرجل إذا أفتاكم فقد برئت الذم رجل حجة في الفتوى يعني يقصد في الفتوى المفاجأة الكبرى اللي أنتم ستتفاجأوا بها ركزوا جماعة كلام الشيخ الصادق الغرياني هاتسمعوا مرة أخرى الآن اسمعوا كده كلام الشيخ الصادق الغرياني الذين يسومون الذين يسومون الشعب المصري سوء العذاب على مدى سنوات عديدة يجب على الناس جميعا أن يقفوا في وجهه ولا يسمحوا له بالاستمرار في هذا القهر والظلم والإذلال للمصريين ليس للمصريين فقط بل الشعوب الأخرى طيب هذا هو نفس الكلام الذي عرضه صبي سالم الطويل هنا أهو بصوا كده الأمة العربية وللأسف تولى عليه نظام منقلب عن الشرعية صنيعة الصهاينة الآن نظام السيسي ومن معه الذين يسومون الشعب نفس الكلام هنا بس هم شالوا الخلفية هم فرغوا الصورة يعني هنا الفيديو بالخلفية وهم شالوا فقط الصورة فهمين معي هذا الكلام اللي قاله الشيخ الغرياني بتاريخ بتاريخ بس جماعة بتاريخ 11 11 2022 الدعوة الأخيرة اللي هي الاحتجاجات الأخيرة قال هذا الكلام والشيخ المنجد معتقل منذ حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات شفت الكذاب هو يريد أيهم الناس أنه دعوة هذا الرجل وتحريده على السيسي وعلى الحكام تبعها كلام للمنجد تزكية له للشيخ الغرياني ضد هؤلاء الحكام وهذا غير صحيح المفاجأة الكبرى أنه فيديو الشيخ المنجد موجود على اليوتيوب منذ 6 سنوات اللي هو الفيديو هذا شوفوا ويعالم هو مرفوع كمان من 6 سنوات فقط ممكن يكون من 7 سنين ولا من 8 سنين يعني ببساطة شديدة الشيخ الغرياني قال هذا الكلام والشيخ المنجد في السجن وعندما زكاه الشيخ المنجد في هذا الوقت السابق زكاه على أساس أنه عالم ولم يقول هذا الكلام هذا الكلام قاله بعد أن دخل الشيخ السجن فلماذا يحاسب الشيخ على كلام لرجل هو رجل عالم شئنا أم أبينا والآن واحد ليبي خلي بلكم هذا أصلا دأب أهل العلم لما واحد اتصل بشيخ في السعودية ويقول له يعني أنا أقول لكم الآن واحد اتصل بمفتي السعودية وقال له عندنا دار الإفتاء في مصر تفتي بكذا هل تبرأ الذمة يقول له نعم أنت الآن إذا استفتيت هؤلاء فهو رجل فقط يقول له أن يأخذ بالفتوى هناك من العلماء اللي عنده وهو مفتي البلاد وعلى فكرة الشيخ الغرياني لما كان الشيخ المنجد خارج السجن وهو في هذه الجلسة كان مفتي ليبيا الرسمي وما كانت فيها هذه الأحداث المهولة اللي حصل الآن شفت الكذاب يقول لك بصوا كذا أتعلم ماذا يقول عن الحكومة السعودية أعلم سأرفق لك ثناء المنجد على صادق وقول صادق في الحكومة السعودية طيب قول صادق في الحكومة السعودية بعد أن سجن المنجد لماذا يحاسب على شيء هو أصلا لم يحضره يعني أنا متأكد يقينا لو أن الشيخ صالح المنجد يعلم أن الصادق الغرياني يتكلم عن الحكومة السعودية في هذا الوقت ما زكاه كان امتنع عن الجواب ببساطة شديدة وأنا متأكد من ذلك لأنه مش غبي يعني الشيخ المنجد ليس طفل صغير يا جماعة يعني يعلم أن هذه البرامج تتابعها المخابرات في هذا الوقت الشيخ الغرياني لم يخاجم الحكومة السعودية ولم يتكلم عن السيسي بهذه الطريقة وكانت الأمور جيدة بداية الصراع بين الغرياني وبين الخليج كانت بعد انقلاب حفتر لذلك أقول لكم لا تعزلوا هذه الفيديوهات عن التواريخ الصادق الغرياني لم يعلم له شدة على التوقيت إلا بعد انقلاب حفتر الانقلاب اللي حصل في 2014 بدعم من الحكومة السعودية والإماراتية والسيسي طبعا فأي أصبحت مسألة نزاع بين أهل ليبيا حفتر من جهة والسعودية والإمارات والسيسي والغرياني من جهة أخرى والحكومة اللي هي اللي كانت موجودة في طرابلس هل يا جماعة وصلت فكرتي أن هذا الشخص كذاب وأنه يفتر يركذب على الشيخ المنجد ويوردون علمتم الآن من الذي يتخذ اسلوب المخابرات للوشاية بالناس أنت الآن تقول للحكومة السعودية محمد صالح يعني تأتي بشيء يمكن لا يخطر على بال الحكومة السعودية يعني أنتم الآن فتشتم وبحثتم محمد صالح المنجد يزكي صادق الغرياني الذي يطعم في الحكومة السعودية طب وجاي تقولي الآن الحكومة السعودية ما تحتاجني لا تحتاجك تحتاجك لأنك انت خبيث تحتاج أمثالك عشان تقدم لهم الوشاية والدلاء وطبعا هم يغضوا كلامه هذا كأنه مسلم به ولن يفحصوا هذا الأمر بالعكس هم عارفين أنه محمد صالح المنجد قال هذا الكلام قبل هذه الأحداث كلها